انهارت منازل مشيدة من الطين والصفيح في مناطق عشوائية وبدائية بمحافظة واسطة على ساكنيها اثر استمرار هطول الامطار الغزيرة متضررون طالبوا الحكومة المحلية بتوفير المأوى لحمايتهم وعوائلهم مع استمرار موجة الامطار المزيد مع أكرم الربيعي إنه المطر بعد أن هطل على منازل الطين والبلوك والصفيح في مناطق العشوائيات الفقيرة فهذه العجوز المسنة التي تجاوزت الثمانين من عمرها وبرغم ضعف حالها تستعين بابنتها على ترميم حائط الطين المهدم بفعل الامطار الغزيرة فهذا الحال له أشباه كثيرة في معاناة المناطق الفقيرة مع الامطار أنا مريضة وهل أطين بالبيت هذا الطائح علي طاح البارح وفي مناطق العشوائيات يقول الناس إن المطر عندهم يختلط برائحة الموت لأن هذه المناطق شهدت تهد منازل عديدة على رؤوس أهلها خلال سنوات سابقة وفي إحدى زوايا المكان يختبئ هذا المنزل الصغير الذي يكتب بالأطفال مع أمهم التي تنوء بحمل المسؤولية بعد أن التحق زوجها بالحجد الشعبي فهذه المرأة لم تنم ليلتها خوفا من سقوط سقف البيت على أطفالها من شدة هطول المطر البارحة من مطرة الدينية أكثر ما عندي لمية جهال بها القرفة هذا حصرته بها المكان هذا والماء يقام السبع للماتشا طلعنا لنا للصبح من الصباح للصباح نحن على فين دقاعدة أنا وجهالي أنا جهالي الستة أما هذا الرجل فقد تعاون هو وزوجته على جمع الطين من ساحة منزلهم لتقوية الجدران والسقف المبني من الطين وجريد النخيل ومع أنهم لا يقتنعون بأن ذلك قد يجدي نفعا مع الأمطار القوية لكنهم لا يمتلكون بديلا لحماية أطفالهم للمطر وهو غيث السماء تداعيات كثيرة في مناطق العشوائيات الفقيرة فهو القلق من تهدم المنازل على أهلها والخوف من كشف الحال التي يضايقها الفقر والعوز والحرمان من أحدى عشوائيات مدينة الكوت أكرم ربيعي الحرة